موسيقى الصناعة هي الحل ده مش كلامي ده كلام كل خبراء والمعنيين بالاقتصاد المصري والحقيقة الدولة والحكومة بتولي اهتمام كبير بملف الصناعة في الفترة الاخيرة النهاردة هنفتح ملف الصناعة من داخل احد اهم قلاع الصناعة في مصر وهي الهيئة العربية للتصنيع ضفنا النهاردة هو السيد اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع سهلا بحضرتك فاندم واهلا ببرنامج سادتك الكريم في الهيئة العربية للتصنيع والتطور التكنولوجي تحقيقا لاهداف الجمهورية الجديدة هما يا استاذ احمد اربع كلمات ودي رؤيتنا ودي الاهداف بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها حاليا في كل انحاء الهيئة العربية للتصنيع مؤسسة تهدف الى التحديث بنحاول نحدث نفسنا نحدث اداءنا نطور منطور منتجاتنا وبالتالي تهدف الى التحديث والتطور التكنولوجي ونطور معدتنا واجهزتنا وكل ما نعمل عليه في الهيئة العربية للتصنيع تحقيقا لاهداف الجمهورية الجديدة فده يعني ببساطة رؤية الهيئة العربية للتصنيع وده الحقيقة فندم بنعمل بيه في كافة انحاء الهيئة العربية للتصنيع حاليا وفي مصانع الهيئة العربية للتصنيع بنحاول فعلا نحدث من اداءنا بنحاول نحدث ماكينتنا ومعدتنا نطور المنتج بتاعنا وفي الاخر طبعا بنهدف الى تحقيق اهداف الجمهورية الجديدة اللي احنا بصددها وبنعيش فيها دي بات فيه اهتمام كبير من الدولة فندم في الفترة الاخيرة بالصناعة ومركز تحديث الصناعة اطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي كنت عايزة اعرف من حضرتك المجهود اللي بتقوم بيه الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وحدا كنت لسا بتتكلم على ان التكنولوجيا في القلب من رؤية الهيئة العربية للتصنيع بالاضافة الى مجهود الهيئة في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل عام والمنتجات المدنية خصوصا الحقيقة اهتمام الدولة المصرية هذه في الاوانة الاخيرة وفي السنوات الاخيرة واهتمام فقامة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل اجهزة الدولة المصرية بالصناعة وتطوير الصناعة فاحنا كأزرع الدولة المصرية الصناعية الهيئة العربية للتصنيع فبنهتم بهذا الامر وبنضعه في يعني ده يعني احنا مهمومين بالصناعة فماذا نفعل ماذا نفعل لهذا احنا انا عايز ابدأ مع سيتك احنا طبعا بنحاول دايما مع كل الشركات الاجنبية اللي هي المتقدمة عالميا في مجالات الصناعة انها تيجي الهيئة العربية للتصنيع وتقعد معنا ونتناقش معها ونحاول ان احنا يعني نوطن هذه الصناعات اللي بتعمل فيها هذه الجهات الاجنبية المتقدمة او هذه الشركات الاجنبية الكبيرة وبالتالي بنحاول كمان نصنع كل ما نستورده الآن يعني ده الحقيقة توجه وده الحقيقة توجه كبير جدا في الهيئة العربية للتصنيع وبنعمل عليه ليلة نهار في مقابلتنا مع الشركات الاجنبية ومع الشركاء الاجانئة بمعنى انا هبدأ لسيتك من احدث شركات الهيئة العربية للتصنيع اللي هي الشركة العربية الافريقية للصناعات الطبية دي شركة يا فندم حاليا احنا هي تحت الانشاء ودي شركة رقم 14 في الهيئة احنا اول مرة في الهيئة العربية للتصنيع ندخل في مجال الصناعات الطبية الحقيقة بهدف ايه بهدف نين التكنولوجيا وانوطن صناعها في مصر احنا فندم الشركة دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون نواة لمدينة طبية صناعية على أرض مصر بإذن الله انا عارف ان سيادتك عندك طموح لزيادة المنتجات تدريجيا في الشركة الخاصة بالمنتجات الطبية وتحولها الى مدينة متكاملة مدينة صناعية طبية بالزبط كده فندم فحضرتك بدأنا بمصنعين مصنع لانتاج الشرائح والمصامير الطبية ومفاصل الرجبة الصناعية وده طبعا بتستخدم في جراحات العظام ودي يا أستاذ أحمد هذه المنتجات بنستوردها حتى الآن والمصانع عندين شاء الله لما تنشأ وتخلص وهي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتخلص نهاية هذا العام يبقى لأول مرة بتدخل مصر في مثل هذه الصناعة وصناعة مطلوبة بشدة احنا كنا في الأمس القريب في معرض أفريكا هيلس 24 وعرضنا قدام دولة السيد رئيس مجلس الزراء وورينا سيادته المنتجات التجريبية للماكينات بتاعتنا في الخارج يعني لما نجي نستلم المكان من بره بنأمل عليها ما يسمى بالفات اللي هو الاختبار بتاع هذه الماكينات فبالتالي انتجت منتجات عرضناها الحقيقة في المعرض سواء من الشرائح والمصامير التبية أو من مفاصل الرجبة الصناعية وانا عارف فنم كمان ان فيه النسياتك هيستعمل سرنجات مؤمنة ما هو دي يا فندم اللي أنا جاي لسرنجات انت سرنجاتك مذاكرينها يا عبدالت صناعة كويس المصنع الثاني هو مصنع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل دي طبعا ده التريند اللي موجود في العالم كل دوقتي انه بعد الانسان ما بيأخذ الجرعة في الحقنة وبترجع المكبس الإبرة تدخل للداخل وتكسر بشكل معين وتبقى بكده السرنجات آمنة تمانا ولا تلوس أي حاجة لا تستخدم مرة تانية ولا تستخدم وده ان شاء الله سبحانه وتعالى ده المصنع رقم اثنين والمصنعين دولة وبرضو احنا عرضنا في المعرض بتاع افريكا هيلس 24 عينات من تجارب التصنيع على الماكينات أثناء اختبار القبول في دولة المنشاة هي المصنعين دولة احنا متعاونين مع احدى الشركات الألمانية ودي تكنولوجيا ممتازة جدا وان شاء الله كده يبقى احنا نقلنا تكنولوجيا ووطننا صناعة جديدة حققنا رؤية الدولة المصرية في الصناعة في هذا الموضوع بالاضافة ان احنا حاليا بنتفاوت مع احدى الشركات الاوروبية لتصنيع الخيوط الجراحية بجميع انواحها لجميع انواح الجراحات اه دي مطلوبة جدا افن بالضبط وسيادتك بتستورد حتى الان وبالتالي سيادتك عايز تقلل فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة باذن الله هو ده هدفنا هو ده هدفنا ودي الرؤية اللي احنا شغالين عليها فان شاء الله برضو بعد ما نفتتح باذن الله سبحانه وتعالى المصنعين الاولينين نهاية هذا العام زي ما ذكرت لحضرتك ان شاء الله المصنع التاني بعدها بستة وشهر يرى النور باذن الله اللي هو الخاص بانتاج الخيوط الجراحية ان شاء الله باذن الله بالاضافة ان احنا برضو عندنا احدى الشركات الصينية الحاصلة على علامة الجودة الاوروبية تفاولنا معاها على مدار ست تمن شهور اللي فاتوا ان احنا برضو ننقل تكنولوجيا ونورطن صناعة تصنيع اجهزة الاشعة المقطعية بالاضافة الى اجهزة الرانين المغناطيسي المقفلة والمفتوحة اترازات مختلفة بصدرحة معلومة جديدة فان من الصين عندها تكنولوجيا تصنيع اجهزة الرانين والاشعة وشركة رائعة وعندها العديد من الاضطرازات لهذه الاجهزة وان شاء الله وحنا وقعنا معاهم اجريمنت وان شاء الله قريبا احنا دلوقتي بصدر اعداد العقد عشان نبدأ في تنفيذ هذا المصنع ضم مصانع الشركة العربية الافريقية للصناعات الطبية زي ما قلت لسيادتك هتبقى مدينة طبية صناعية على ارض مصر ده اللي بنهدف اليه بالاضافة شركة من شركات القطاع الخاص المصري واحنا على فكرة عندنا في الهيئة العربية للتصنيع توجه وده توجيهات فخامة سادة الرئيس لنا انه تعاونوا مع القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي لان القطاع الخاص شاطر واحنا بالطبع عايزين يبقى شطار زي ديوان فيه توجه سادتك من الدولة كمان لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ككل فالسادتك بتقوله ده متماشي مع التوجه العام حاليا بالزبط كده فتعاوننا مع احدى شركات القطاع الخاص المصري ووقعنا معاهم عقد عشان ننتج مادتين من المواد الخام اللي هي بتعتمد عليها صناعة الادوية ده موضوع تهم يعني فان شاء الله سبحانه وتعالى احنا متوكلين على الله وبنعمل بجد عشان ان شاء الله نحقق هذا الهدف ونحقق رؤية الدولة المصرية في الصناعة سؤالة فاني معالة الامثلة اللي حضراك ذكرتها هل العقد والاتفاق مع الشركات سواء الشركة الصينية او الشركة الالمانية بيبقى فيه نقل التكنولوجيا يعني هل مع السنين ومع الوقت هل التكنولوجيا دي هتبدأ تنتقل الى الكادر البشري المصري؟ نعم يا فندم وده شر تأساسي للتعاون مع مثل هذه الشركات احنا بنقول احنا عايزين من المهم شراكة وبنقول ده وين وين سيتوشن يعني انت تستفاد ونحن نستفاد هو احنا دايما لنا الحقيقة برضو رؤية في هذا الامر نقدم الارض ونقدم المرافق الصناعية ماء غاز كهرباء وخلافه والعمالة من الهيئة العربية للتصنيع ويمكن ان نقوم بانشاء المصنعة الجانب الاخر او الجانب الاجنبي او الشركة الاجنبية تقدم النوهاو ده اول شرط يبقى بين التكنولوجيا هو ده نقل التكنولوجيا نمر اثنين يقدم جميع انواع جميع الماكينات والمعدات والمعدات ونعمل شراكة بين الهيئة العربية التصنيع وبين هذه الشركة الاجنبية وننشئ المصنع وهو كمان مطلوب يدير معنا هذا المصنع وكمان يشرف على الجودة لان انا هنتج المنتج ده باسمه كأنه مصنوع في الصين او كأنه مصنوع في المانيا او كأنه مصنوع في فرنسا او خلافه فلازم يكون مسؤول عن جودة المنتج الجودة ويشاركنا في هذا بالاضافة يا فندم بنحط شرط تصدير ما لا يقل عن 50% من المنتج الى الخارج للحصول برضو على العملة الاجنبية اللي هي طبعا أقدر أساهم بمشاركته على الأقل وأرباحه وحاول هاله بالعملة الاجنبية طب حراك كلمت على الشراكة مع الشركات الاجنبية نعم طيب ماذا عن الشراكة مع الاقتصاد او القطاع الخاص الوطني الشركات المصرية هل فيه توجه لدى الهيئة للتكامل وزيادة التعاون مع القطاع الخاص المصري نعم نعم يا فندم وزي ما قلت لحضرتك نعم 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 ن بتدخل في صناعة الدواء ده قطاع خاص مصري قطاع خاص مصري الشركة المصرية نتعاون مع القطاع الخاص المصري أيضا في مسائل كثيرة جدا في الصناعة نتعاون مع احدى شركات تصنيع الحديد الكبرى في مصر كانت الاول لما تعوز الشركة دي تصين او معداتها معداتها كبيرة كالحج كانت ترسلها الى الخارج وسيتك عارف طبعا اعباء التكلفة كبيرة طبعا وفتح الاعتمادات المستندية والشحن عبر البحر وخلافه لا انا عندي هنا في الهائل العربية التصنيع دلوقتي في مكينات حديثة مكينات سي ني سي وبذكر مثلا مصنع سيماب مصنع سيماب ده حضرتك المصنع اللي هو بيصنع او المعني بصناعك عربات القطارات وعربات متر الأنفاء وبرضه مما هو جديد بالذكر لا هو حضرتك الاثنين دول دلوقتي لسه هندخل بقى في حاجة تانية سك حديد ومتر الأنفاء بالضبط المرحلة التالتة يا فندم من متر الأنفاء التي تجري على شوارع القاهرة الآن انتاج مصنع سيماب نحن ستكلفنا بتصنيع 80 عربة متر الأنفاء للمرحلة التالتة من متر الأنفاء اللي هم 10 قطارات 8 عربات وصنعناهم بالتعاون مع أحد الشركات الكورية في مصنع سيماب ودلوقتي الحمد لله وسلمناهم للهيئة القومية اللي متر الأنفاء وحاليا بيجروا في شوارع القاهرة عن مصنع سيماب تحديدا حضرك قلت أنه مصنع عريق وخبرته تعود إلى 70 سنة وحرك حتى الشعار أو التوجه هي الربط أو الدمجة ما بين العراقة والتطوير مش كده فندم بالنسبة لمصنع سيماب تحديدا هو ساتك مصنع سيماب بدأ إنشاؤه سنة 1955 افتتح الزعيم الراحة جمال عبد المناصر سنة 1958 عمره حوالي سبعين عام نحن دلوقات فندم طورناه شكلاً وموضوعاً طبعاً الماكيناتها قدمت جداً سبعين سنة تقريباً دلوقتي وقت طويل آه ما يمكن استفادة منه رفعنا كفاءته وبقى كالجديد واللي لا يمكن نحنا جانباً واستقدمنا شركات ماكينات حديثة النهاردة مصنع سيماب الحقيقة نقول الهيئة العربية التصنيع تقدم مصنع سيماب بعد التطوير للجمهورية الجديدة نحنا فعلاً نقدمه الجمهورية الجديدة النهاردة وشغل في عقود لهيئة السكن الحديد مصر يصنع الآن العرب عنده عقب ألف عربية بضاعة سطح وعربات مختلفة الأغراض يعمل فيها حالياً ويسلم اتباعاً كل 15 يوم يسلم قطار بالإضافة لشغله في متر الأنفاء اللي أنا ذكرته لحضرتك وشغله في حاجات تانية كتير عمل قطارات نقل الغلال عمل عمل القطارات اللي هي عربات القوة بيعمل عربات الألاب وأنواع كثيرة جداً من أنواع مختلفة من العربيات والقطارات بالضبط كده فهي شركة الحياة عريقة خلي بالسيادتك فنم بالشركة الأولى في أفريقيا والدول العربية اللي دخلت هذه الصناعة يعني فيه ريادة كمان ريادة فهو احنا بنقول عراقة وتطوير هو عريق وفي نفس الوقت طورناه يعني الحقيقة إن شاء الله ربنا يساهل وإحنا بنقدمه فعلاً برضو من ضمن المصانع الهيئة المتقدمة اللي تم تحديثها وتطويرها للجمهورية الجديدة عايزة أروح مع حضرتك ليه الثورة الصناعية الرابعة يعني ما ينفعش نتكلم على الصناعة ونغفل الجزء اللي هام حالياً وهو الثورة الصناعية الرابعة وأنا أعرف إن الهيئة بتتبنى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة كنت عايزة أعرف من حضرتك مجالات زي الزكاء الاصطناعي الروبوتات البيانات الضخمة إنترنت الأشياء المفاهيم والتكنولوجيات دي بيتم تبنيها إزاي داخل الهيئة العربية للتصنية نعم يا فندم ساتك مسيت نقطة أهمة جداً إحنا الحقيقة الثورة الصناعية الرابعة إحنا بنعمل بها في كل أنحاء ومصانع الهيئة العربية للتصنية وهو هذا التوجه بتاعنا أنتقل بس لثورة الصناعية الرابعة ترتبط بالتدريب فنهتم في الهيئة العربية للتصنيع بالتدريب التدريب تدريب كوادرنا من مهندسين وفنيين بل يمتد التدريب إلى تدريب مهندسين وفنيين الآخرين بل كمان إلى طلبة كليات الهندسة الموجودين في جمهورية مصر العربية يدربوا عندنا في السامر ترينينج أو في أجهزة نسق العام بتمتلك الهيئة العربية للتصنيع أثنين أكاديمية أكاديمية الهيئة بالتصنيع رقم واحد الذي فيه مصر الجديدة في المنطقة التي نحن فيها هنا وإنشأنا حديثاً أكاديمية أخرى في منطقة حلوان أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بحلوان هذه الخاصة بالتكنولوجيا الطبيقية بالضبط كده كل أكاديمية تتبعها مدرسة تطبيقية أو مدرسة تكنولوجية تكنولوجية أو مدرسة صناعية تقبل الحاصلين على الإعدادين ونقبلهم بشروط خاصة لأن يجب أن يكون مستوى العلمي متميز ويكون مستوى في اللغة كويس لأن مثلاً أبدأ هناك في حلوان في حلوان في مدرسة تكنولوجية لتدريب الطلبة على علوم الطيران لكي نظهر على التكنيشنز نظهر على الفنيين نحن برضه نحن محتاجين في مصر نهتم أكثر بتخريج الفنيين ما شاء الله عندنا مهانسين كثير لكن الفنيين المدربين وعلى فكرة لما يأتي لحد من الدول الأوروبية دائماً يكلمني على الفنيين المصريين وأنه هو مستعد يستقدم فنيين من مصر ليعملوا في الدولة الأوروبية يعني يسافروا أيوة يا فندم وعندنا مدرسة في حلوان بدأ الدراسة فيها السنة دي بعشرين طالب المدرسة دي بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية والحقيقة طبعاً بالتنسيق مع وصف التربيع والتعليم والتعليم الفني أنشأنا هذه المدرسة لها طبعاً مدير مدرسة ولها الستاف من المدرسين والمدرسات ده الشق بتاع وزارة التربيع والتعليم والشق الثاني بقى اللي هو الشق العملي هو طبعاً الشق ده بنوصل حوالي 30% من الوقت و70% تدريب عملي عملي فيه إما بنبدأ معهم فيه معامل داخل المدرسة وبننتقل بعد كده لمصالح الهيئة العربية التصنيع المعنية بصناعة الطيران فحنا عندنا ثلاث مصانع معنيين بصناعة الطيران في منطقة حلوان مصنع حلوان للصناعات المتطورة ومصنع الطائرات ومصنع المحركات ثلاثة دول يا فندم معنيين بصناعة الطائرات ونضرب فيهم الطلبة دول في هذه المصانع الحقيقة كمان مدى الاهتمام بيننا وبين الشركة الأجنبية دي أرسلت شركة داسو تلات مدرسين فرنسيين بيعملوا في هذه المدرسة وبيدرسوا لأبنائنا علوم الطيران أنا إن شاء الله متفائل بهذه المدرسة هيطلع إن شاء الله فنين شاطرين جدا في العمل في مجال الطيران متخصص يا فندم يعني نادر أو وأكيد مطلوب جدا إنه يبقى فيه فني ماهر عنده علم وخبرة عملية في مجال الطيران شيء يعني مش موجود كتير بالضبط دي يا فندم أول مدرسة من نوحة في جمهورية مصر عارض وبرضو اتفاقنا مع الجانب الفرنسي إنه لا يزيد عدد الطلبة عن عشرين طالب عشان بيبقى شبه درس خصوصي يعني الحقيقة وبقول لحضرتك فيه ثلاث مدرسين أجانب في المدرسة أه طبعا ومقيمين في المدرسة لصالح إن إحنا نضرر أبنائنا ونطلع فنيين مدربين مستوهم عالي في هذا الأمر وده حاجة جميلة جدا ولما ولي الأمر يعرف إن ابنه لو تفوق هيسافر فرنسا ويعمل هناك وخلي بالسيادتك هذه المدرسة بدون رسوم ناخدش منهم أي حاجة كل الرسوم على نفقة الهيئة العربية للتصنيع ما يدفعش حاجة خالص خالص واسيادتك بيتضرب عندنا في الصيف وبنديره كمان مكافئة كويس جدا حضرتك صرحت في الفترة الأخيرة على نية الهيئة وتوجه الهيئة لتصنيع عربيات ركوب عربيات ملاكي سواء بنزين أو كهرباء وأعتقد الإهتمام أكبر بالعربيات الكهرباء علشان الاقتصاد الأخضر وأنها تبقى صديقة للبيئة ياريت حراك تكلمنا أكتر عن الموضوع ده لأنه أعتقد أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا في ظل الارتفاعات في أسعار العربيات اللي كانت موجودة لفترة اللي فاتت تماما بإذن الله سبحانه وتعالى نحن برضه طول الوقت نحن بنتجه للاقتصاد الأخضر بصفة عامة في مصر بنتجه للاقتصاد الأخضر وده فندم الاتجاه العالمي اللي موجود في العالم كله ويجب أن لا يفوتنا ولا يسبقنا هذا التوقع فالعربات الكهربائية ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر والحقيقة لدينا شركة تعمل في مجال السيارات اسمها الشركة العربية الأمريكية للسيارات وده مع شريح أجنبي هي شراكة بين الهاي العربية التصنيع وبين شركة اسكلانتس الفرنسية والحقيقة نصنع هناك نوعين من العربيات العربات الجيب وعربيات التيوتر ونفكر بقى في تصنيع العربات الكهربية أنا بصراحة كمواطن مصر قبل ما أكون رئيس الهاي العربية التصنيع أنا بحلم أن تبقى الهاي العربية التصنيع أول جهة في مصر تصنع العربات الكهربائية وإحنا لدينا محاولات كثيرة جداً مع شركات عديدة وإن شاء الله سبحانه وتعالى أخيرها كان مع شركة سعودية وده برضو أحد التعامل العربي العربي وجهة 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 السعودية وإن شاء الله مع الصين إن شاء الله هيبه في نموذجين لعربيتين كعربيتين واحدة تكفي للأسرة الصغيرة زوج وزوجة وطفلين وهيبه سعرها مناسب جداً هيبه مناسب جداً جداً أقل من 500 ألف مليون آه طبعاً بالنسبة للأسعار العربية دلوقتي ده سعر كويس قوي أيها فكرة والتانية هتبقى أكبر شوية يعني للأسرة الأكبر وهتبقى أكبر من 500 ألف مليون وأقل من المليون وإلتين كعربيتين وإن شاء الله دول يعني إحنا قربنا خلاص يعني نوقع العقد مع هذه الشركة وإحنا وقعنا معها التفاقية ومع الشركة الصينية وإن شاء الله سبحانه وتعالى زي ما قلت بالسادتك ده أملي إن إحنا نبقى أول جاءة في مصر وصلنا مثل هذه العربات طبعاً فنم حيبقى إنجاز كبير إن شاء الله إن شاء الله أستاذنا حلاك هنطلع فاصل ونكمل حوارنا إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل وحنكمل حوارنا مع السيد اللواء مختار عبداللطيف أعزائي المشاهدين بنستكمل حوارنا مع السيد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أهلاً بحالك برة تانية فنم أهلاً بحالك فنم الحقيقة فنم مشكلة نضرة المياه خلت إن موضوع المعالجة معالجة المياه بأنواعها ما بقتش رفاهية في مصر نعم وفي الحقيقة مجهود مقدر للهيئة العربية للتصنيع في مجالات تحليت مياه الأبار وتحليت مياه الصرف الصحي وحتى تصنيع أغشية تحليت مياه البحر بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ممكن حداك تلقي مزيد من الضوء على الموضوع ده؟ زي ما ساتك تفضلت موضوع المياه قضية بيهتم بيها كل مصري ونحن مهمومين بهذه القضية كمؤسسة صناعية عندنا طبعا مصنع المحركات بالتحديد هو مصنع متخصص في الاشتراك في مشروعات المياه بمعنى مشروعات معالجة المياه مشروعات معالجة الصرف الصحي مشروعات تحليت مياه البحر هذا المصنع متخصص وله العديد من الشراكات في الدولة المصرية والحقيقة احنا فكرنا في الأخشية صناعة الأخشية صناعة الأخشية انا انا بقول دي امن قوم دي امن قوم يعني احنا مازلنا بنستورة الأخشية من الخارج الأخشية دي فندم دخل في كل هذا الذي ذكرت في كل المحطات دي كل أنواء تحليل كل أنواع تحليل في المعالجة في مياه الشرب الأخشية دي دخلة في كل هذه الصناعات في صناعة المياه أي صناعة مياه أو صناعة أو معالجة المياه الصناعية أو معالجة مياه الصرف الصحي أو حتى مياه الصرف الزراعي نسمعنا كده فندم من كلام حضرتك أنه فعلا لو حصل أي عجز في وجود الأخشية دي هيحصل أزمة كبيرة وهي وبالتالي هي فعلا لها أهمية في الأمن القومي المصري اللي ممكن تؤثر على ما يتشرب للناس بالزبط كده هي سيادتك طرقة لأن تكون من قضايا الأمن القول ومن هنا الهاية العربية التصنيع فكرنا وبنستدعي شركات كتير من الشركات الأجنب نتصل بالشركات الأجنبية يعني اللي هي عندها تكنولوجيا عالية في هذه الصناعة ونحاول نقترب منها بنفس الفكر بتاعنا ونعمل معهم شراكة هي أخيرة وطبعا ده بالتعاون مع جامعة الأسكندرية يبل هاي عبية التصنيع وجامعة اسكندرية والشركات الأجنبية أخيرا الحمد لله في لقينا شركة أحد الشركات الهندية الكبرى بتعمل في مجال صناعة الأخشية فقعدنا معهم وقطعنا شوت كبير جدا وعملنا معهم برضو اتفاقية وإن شاء الله بصدد أن احنا نعمل عقد لإنشاء مصنع برضو بنفس التوجه بتاعنا اللي هو شراكة مع الجانب الأجنبي عشان نعمل هذه الصناعة مع بعض ننقل التكنولوجيا ونوطن هذه الصناعة الغير موجودة في جمهورية مصر العربية ميش موجودة خالص يا فندم لا تصنع أخشية في جمهورية مصر العربية زي ما قلت لساتك أستاذ أحمد نحن نسعى لصناعة كل ما يستورد أو أي حاجة من اللي بتستورد من الخارج نسعى لصناعتها في الهيئة العربية للتصنيف والحياة فندم ده أمل كل مصري إنه يبقى عندنا صناعات ونقلل الاعتماد على الخارج عايز أروح مع حضرتك لمشكلة لا تقل أهمية عن مشكلة نضرة المياه وهي القمامة الدولة بتحاول الحقيقة إنها تحل المشكلة دي ومشكلة مزمنة حل جزري عن طريق منظومة إدارة المخلفات الصلبة وفيها أكتر من جهة بيتعاونوا وزارة التنمية المحلية وزارة البيئة الهيئة العربية للتصنيع والدولة كمان عايزة مش بس إنها تعمل منظومة لإدارة المخلفات لها تعمل صناعة من تدوير المخلفات دي كنت عايز أعرف من حضرتك إيه دور الهيئة العربية للتصنيع في منظومة إدارة المخلفات الصلبة سؤال جميل جدا وإحنا الحقيقة برضو معانيين بيه جدا في الهيئة العربية للتصنيع ولينا باع فيه أحد المسؤولين في جمهورية مصر العربية في منظومة إدارة المخلفات الصلبة إحنا الحقيقة لدينا خبرة في إنشاء مصانع تدوير القمامة بتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الكمية المحلية لدينا خبرة في إدارة المنظومة من إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وخلافه والحمد لله لدينا باع في أنحاء جمهورية مصر العربية كلها حاليا يا فندم مع البنك الأوروبي نجحت الهيئة العربية التصنيع الدقاهلية وكفر الشيخ فشركة المناقصة دي كانت مناقصة عالمية دخلت فيها الشركة والحمد لله فازت بيها وحاليا إحنا بصدد توقيع العقود إن شاء الله لبدء هذا المصانع ثلاث مصانع لتدوير القمامة هيبقوا في محافظة كفر الشيخ ومصنع إن شاء الله في محافظة الدقاهلية ده بتمويل من البنك الأوروبي اللي حراك قلت عليه مصبوط بتمويل من البنك الأوروبي وده حاجة جميلة جدا أولا دي بتعظم يعني خبرة الهيئة ومصانحها في إدارة منظومة المخلفات الصلبة وفي إنشاء مصانع تدوير القمامة وده حاجة جميلة جدا أولا دي مشكلة بيئية مؤرقة للجميع بتحول هذه القمامة إلى شيء مفيد فده طبعا دي حاجة كويسة طبعا فنم حاخب من كلام حراك على البيئة وعلى الاقتصاد الأخضر عشان أعرف من حقيقة أكتر على الشركة العربية للطاقة المتجددة وهي من الشركات أعتقد انضمت حديثا إلى مجموعة شركات الهيئة العربية للتصنيع إيه اللي حضرتك والهيئة بتصبو إليه وتطمح إليه من الشركة العربية للطاقة المتجددة شركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع الحديثة دي بتصنع يا فنم عندها خط بتصنع اللي هي اللي هي لوحات الطاقة الشمسية وبالتالي هذه الميزة في الشركة دي تصنع اللوحات وتركب اللوحات وتصين اللوحات وتقدم خدمة الأفتر سير سيروس والحقيقة هي شغالة في كل أنحاء مصر دلوقتي وخصوصا سيادتك بالتوجه ان احنا نستفق بالأسطح بتاع المنشآت وننشئ عليها محطات الطاقة الشمسية وده متماشي مع توجه الدولة فندم بزيادة استغلال واستخدام مصادر الطاقة الجديدة مظبوط وده طاقة جديدة متجددة وده التوجه الجديد للدولة واحنا ماشيين فيه وهذه الشركة بتنفذ هذا الكلام نفذت العديد من المحطات الطاقة الشمسية بل كمان امتدت الى خارج الحدود نفذت محطة في دولة أغاندا الشقيقة بطاقة 4 ميجاوات والحقيقة يمكن بالتنسيق طبعا والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الكهرباء وان شاء الله يمكن في الفترة الجاية يمكن ينفذ فيه بلاد أفراقية أخرى ان شاء الله بوسطة هذه الشركة للشركة العربية للطاقة الجديدة ما من احنا فإننا بنتكلم على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وإحنا كلينا نظرة في برنامج ورعا قرب عن وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية بتسعى إلى توطين تكنولوجيا الفضاء والأقبار وصناعة الأقبار الصناعية هل وارد يبقى في المستقبل ممكن يكون فيه تعاون ما بين الهاية العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية فيما يتعلق بصناعة الأقبار الصناعية للأغراب المدنية؟ نعم يا فندم احنا على فكرة في الهاية العربية للتصنيع احنا جهة علمية في المقام الأول بنهتم جدا بالتعاون مع مراكز البحث العلمي في جمهورية مصر عربية وخارج جمهورية مصر عربية بنهتم بالتعاون مع الجامعات المصرية بنهتم بالتعاون مع وكالة الفضاء لأن أحد أماكن البحث والتطوير الموجودة في مجال علوم الفضاء والطيران هي وكالة الفضاء المصرية وعندنا هنا كوادر من الهيئة بتجتمع بصفة دورية في وكالة الفضاء المصرية برضو للتعاون بين يعني لبحث أوجه التعاون اللي ممكن تكون بين الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الطيران بالزاد ووكالة الفضاء المصرية فأنا أعتقد إن شاء الله احنا ماشينا على الطريق ليكون فيه يعني يكون فيه تعاون بين وبين أكالة الفضاء المصرية هل الهيئة العربية التصنيع بتهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات يتم تداولها في السوق أنا باخد من كلام حضرتك على التعاون مع الجامعات والحقيقة الهيئة بتتعاون تقريبا مع كل جامعات مصر صحيح وده كلام مزبوط جدا وإحنا فنن في الهيئة بنشجع المبتكرين والمبتكرات يعني اللي بيبتكروا شبابنا وشباتنا اللي بيبتكروا أي فكرة وأنا بناشد من خلال منبر سيادتك ومن خلال برنامج سيادتك الكريم أي حد عنده فكرة صناعية محترمة قابلة للتنفيذ يأتي إلى الهيئة العربية التصنيع هنستقبله بكل ترحاب وهيقعد مختصين وهينقشوه وهيشوف أسلوب تحويل هذه الفكرة أو هذا البحث إلى الاسكيل الصناعي نحن جاهزين لهذا وعندنا تجارب في هذا مع مثلا على سبيل المثال الأكاديمية العربية للنقل البحري أيوة الأكاديمية العربية للنقل البحري احنا برضو شأنها شأن جماعاته الأخرى وكليات الهندسة فيه بيننا وبينها برتوكول والحمد لله مع طلبة وطالبات كلية الهندسة فيه بعض نمازج من المشروعات بنحولها للسكيل الصناعي وقريب كان فيه مجلس استشاري في الأسكندرية من حوالي أقل من شاع وعرضوا نمازج التعاون بين الهيئة العربية التصنيع وبين الأكاديمية البحوث اللي هي تنفذت على الاسكيل الصناعي عايز أستاذ إن حداك عايز أوجه دعوة لكل شاب أو شابة مصرية عنده مشروع أو بحث بس يكون جاد ويكون ملم بيه بشكل جيد جداً إنه يجي يخبط الباب على الهيئة العربية للتصنيع ويطرح فكرته ويطرح مشروعه أو من خلال المؤسسة اللي بيعمل فيها سواء كان طالب في جامعة أو في مؤسسة بحثية أو غيره في مكان اسمه الهيئة العربية للتصنيع قادر إنه يحول الأفكار الجادة والمتميزة إلى حقيقة على الأرض ويساعده ويساعده ويقدم له كل الإمكانيات وإحنا عندنا الحمد لله إمكانيات كثيرة جداً نقدر نساعد هذا الشباب المفتكر ييجوا بس الهيئة العربية للتصنيع ويجربوا وإحنا جاهزين إن شاء الله هل فيا فنم عايز أروح مع حضرتك لموضوع مختلف خالص وهو الاستثمارات العربية هل في فرصة أو إمكانية لعودة الاستثمارات العربية والشراكة مع الدول العربية مرة أخرى إلى الهيئة العربية التصنيع وده في ظل ازدهار العلاقات المصرية العربية صحيح وده فندم برضو كوجه فخامة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما أنا تكلمت مع سيادته إن إحنا بيجينا هنا في الهيئة العربية التصنيع صفراء عرب كتير وبال جنة السيد الرئيس البرلمان العربي برضو في ظيارة والحياءة العربية التصنيع اسمها الهيئة العربية التصنيع يعني هي ليست الهيئة المصرية للتصنيع وليست الهيئة العربية للصنية وأول ما انشأت أستاذ أحمد انشأت عام 1975 استثمارا لانتصارات أكتوبر المجيدة وفكر أربعة من الزعماء العرب عليهم رحمة الله الرئيس السادات عليه رحمة الله والشيخ والملك خالد ملك السعودية عليه رحمة الله والشيخ خليفة أمير قطر عليه رحمة الله والشيخ زايد مصر وقطر والسعودية والإمارات مصر وقطر والسعودية والإمارات فكروا انهم ينشئوا الهيئة العربية للتصنيع استثمارا لروح التضامن العربي اللي كانت موجودة أثناء حرب أكتوبر وفعلا نجحوا وقعوا وانشئت الهيئة العربية للتصنيع لهذا الغرض لتكون قوة للعرب جميعا فانشأنا انشأوا الهيئة العربية للتصنيع وطبعا 79 تخارج الثلاث دول العربية لزروف توقيع موالي السلام ولكن قيادة مصر أصرت أن تستقي الهيئة العربية للتصنيع بذات اسمها إلى الآن وبذات قوانينها ولوائحها لتفتح الباب أمام كل الأشقاء العرب أنهم يعودوا وينضموا إلى الهيئة العربية للتصنيع لنصبح قوة للعرب جميعا في كل الصناعات هل في يا فنم الفترة اللي جاية ممكن نسمع أخبار جيدة عن بعض الاستثمارات العربية في الهيئة؟ بإذن الله سبحانه وتعالى فيه يعني العشقاء بيقولنا وينوريهم مصنعنا وينوريهم قدرتنا وفيه برضو ديالوك كده قائم بينا وبين عشقاءنا من كذا دولة عربية وأنا يعني مستبشر خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هذه الهيئة تبقى فعلا هيئة هيئة كل العرب هيئة كل العرب فيها فنم الاستثمار المصري في السعودية حركة وقعت مذاكر التفاهم مع تحالف مصري سعودي بغرض الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري الضخمة في السعودية وده حيفتح الباب لصادرات مصرية بقيم كبيرة يعني ملايين الدولارات مئات من ملايين الدولارات ممكن حركة تكلمنا أكتر على الموضوع ده كان فيه تحالف مصري سعودي من ثلاث شركات شركة مصرية وشركتين سعوديتين وقعنا معهم للإمداد اللوجيستي لمشروعات المشروعات العقارية في المملكة العربية السعودية والحقيقة هم يتفاوضوا معنا على بعض طلبات لهم وطلبات ضخمة وده إن شاء الله ممكن تبقى بإذن الله سبحانه وتعاون عربي مصري مشترك إن شاء الله لصالحهم وصالحنا وتبقى برضو مصدر كويس لجلب العملات الأجنبية إن شاء الله إن شاء الله يا فنلم بالنسبة لأفريقيا فيه تعاون على مستويات مختلفة ومع دول كتير للهيئة العربية للتصنيع مع دول أفريقية هل نقدر نقول إن الهيئة العربية للتصنيع بقت أحد أزرع الدولة المصرية في تنمية العلاقات الأفريقية؟ نعم يا فنلم وده توجه الدولة المصرية للتعاون مع الأشقاء لأفرقا وإحنا بالتالي بنستقبل كل الأشقاء لأفرقا هنا وسادة صفراء ووفود دول الحقيقة فيه تعاون كبير جدا بيننا وبين الدول الأفريقية وهم مقبلين على منتجات الهيئة العربية للتصنيع وإحنا بنساعد في نشر هذه المنتجات داخل القرى الأفريقية السمراء إن شاء الله أخيرا نفنم رؤية حضرتك لمستقبل الهيئة العربية للتصنيع والدور اللي ممكن تقوم به في الشق المدني والله إحنا حضرتك لا لا يعني ما بنضيعش أي وقت دايما بنحاول نجزب شركات نجزب استثمارات بنحاول نعود نراسل شركات عالمية وعلى فكرة مناخ الاستثمار دلوقتي جاذب جدا وجميل وبدأت شركات كتيرة تيجي عايزة تستسمر معنا بس الموضوع عايز قليل من الصبر يعني في المناقشات والمفاوضات مع هذه الشركات وإحنا أدينا شغالين يعني احنا أنا بحلم طبعا للهيئة العربية التصنيع إنها تطور منتجاتها وتبقى منتجاتها يشار إليها بالبنان يقولوا دي منتجات الهيئة العربية للتصنيع وده اللي أنا بناشد به كل زملائي وزملاتي في الهيئة العربية التصنيع إنهم يطوروا هذه المنتجات عشان تبقى منتجات أولا تحاكي نصيراتها من المنتجات العالمية وتبقى يعني برضو تقدم بسعر مناسب للمواطن المصري ويبقى فيه كمان مجال للتصدير لأن قضية التصدير قضية أساسية وأحنا بننادي بها دايما في الهيئة وبشجع زميلي وفيه عندنا الحمد لله خطوات كيسة السنة دي في تصدير بعض منتجاتنا بالإضافة إلى مشروعات جديدة إحنا كان فيه تحالف صيني الأسبوعين الماضيين عندنا هنا وعشان ننشئ مدينة للإطرار أنا كمواطن مصري بحلم بإنشاء مدينة للإطارات على أرض مصر إحنا فنن ما عندناش صناعة إطارات في مصر مش بالقدر حاجة بسيطة جدا ده هيبقى إضافة كبيرة بإذن الله يعني إيه مدينة للإطارات يا فنن يعني مصنع لإنتاج الإطارات بمفهومه إطارات بقى الملاكي وإطارات النقل وإطارات الأوتوبيس وخلافه والموتسيكلات وخلافه بالإضافة إحنا كمان أضفنا الإطارات بتاعة البيفوت بتاع نظام الرأي المحوري بتاع الماي إطارات المونوريل كمان أضفناها في هذا المصنع طيب طيب ما ده مصنع إيه يعني مدينة أعمل حواليه كمان المصانع اللي هي بتمد هذا المصنع بالخمات لأن معظم خمات هذا المصنع خمات مستوردة فإحنا إن شاء الله إن شاء الله إحنا نشغالين على كده إن إحنا نوطن هذه الصناعات داخل جمهورية ميسا عربية نصلنا على الإطار وكل كمان الخمات المطلوب استرادة بالخارج في أريا واحدة إن شاء الله وده اللي شغالين عليه مع تحالف من الشركات الصينية إن شاء الله وكمان عندنا وقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى وكانوا عندنا الإسبوعين الماضيين وقعنا معاهم اتفاقية وقريبا إن شاء الله نوقع العقد الإنشاء مصنع الإطارات يتلو بإذن الله مصانع إنتاج الخمات عندنا برضو تدوير الإطارات المستعملة ده مهم جدا ده قضية بيئية وإحنا برضو في الهيئة زي ما قلت ساتك معنيين بقضاء البيئة قضايا البيئة فبرضو إن شاء الله إحنا خلاص أباوت إن إحنا نوقع العقد ونخلص تدوير المخالفات الإلكترونية أو الإطارات فإن بحركة تدوير الإطارات الإطارات المستعملة المستعملة ده قصة تانية غير الإطارات الجديدة تدوير الإطارات المستعملة تطلع منها حاجة اسمه المايكور باودر وبتصدر وبتصدر منها حاجات للأرضيات والسيور وتدخل في الأسفلت وخلافه ليها استخدامات عديدة وحركة كمية متكلمة على تدوير الإلكترونية المخلفات الإلكترونية سيادتك كلنا في منازق في بيوتنا عندنا كيبورد مستعمل عندنا مش عارف موبايل مستعمل كل ده بيمثل خطر على البيئة فاحنا بنفكر في إعادة تدوير هذه المخلفات لتصبح حاجة مفيدة بعدك إن شاء الله إن شاء الله بشكر حلاك شكرا جزيلا سيدة لواء مختار ساعدنا بلقاء حضرتك النهاردة شكرا جزيلا لحضرتك وأهلا بحضرتك بصدر أحمد وببرنامج سيدك الكريم في الهيئة العربية للتصنيع أشكرا يا فهن أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حوارنا مع سيد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى حوار آخر تحياتي أحمد العصار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر